مبروك على البيرن الدوري الألماني والدوريات كلها خلاص الشغلت تقريبا في معظم أوروبا قبل ما اطلع الفصل حاجة بنا العزيز اسامة أمام عمل حاجة اسمها دقيتين وبس يعني فعمل حاجة النهاردة عجبتني اوه مشجعي او مشجعه هامبورغ الألماني طبعا النادي ده كان عنده ارقام وا 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 الا انه هبط فالمشجعين اوصوا ذويهم يعني بعضهم قالك لما نموت اشتروا المدفن بتاعهم جنب النادي يقولك عشان قريب من النادي حتى بعد ما موت ده بجد مش بهزار فعلى بعد أمطار معدودة من مقر النادي البعض بالفعل تم دفنه جوار النادي دي حاجة الحاجة التانية في الارجنتين نادي سان لورنزو او نادي القدسين برضو ايلها اسامة الحكومة اكبرته على بيع الارض بتاعت النادي عشان كان عليه ديون كتيرة جدا فباعوا لسلسلة محلات كبرى كبيرة جدا يعني فالجماهير ومحب النادي اتجننوا قالك ازاي ده ندينا وا 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 فضلوا يحربوا ويكفحوا وهم الجماهير اللي راحت وجمعت سبعة ونص مليون يورو تقريبا ما يوازي وراحوا اشتروا تاني ارض النادي من سلسلة المحلات الكبرى دي واعادتها للنادي مرة اخرى عشان يعيد استخدامها لانه الحكومة لما اخدته اشترت الارض اخدتها بترابي الفلوس وبعتها باضعاف تمنها الجماهير هي اللي عادت مرة اخرى واعادت شراء النادي ودي فكرة انا قلتها زمان وبقولها تاني انه اللي بيقول جمهوره ده حماء او جمهور تلتايمين او جمهور برسعيد او جمهور او اي جمهور يعني احيانا دورك بيبقى مطلوب قوي وممكن انت تبقى السند للنادي حتى فيه تبقى انت الراعي انت الراعي الرئيسي للنادي بتاعك الجمهور والراعي الرئيسي ممكن كانت في تجربة لاحد الانديها الكبرى من قبل وفشلت لكنها يمكنت عملت بسرعة او بحماس لو الامر ده اتنظم بشكل كويس هتلاقي ليه العجب هتلاقي ليه العجب بس لو تعمل بشكل كويس خاصة ان قانون الرياضي الرياضة الحالي يسمح بذل